السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حالكم مع الله؟ إخوتي إن الذي يريد الجنة لا يكف عن العمل قال الله جل جلاله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اعمل ولذلك نحتاج إلى أن نعرف أعمالا كثيرة لكي لا تتفرغ أنا أقول أن كثيرا من الزنوب سببوها الفراغ الإنسان الفاضي بيغلط لكن لو الإنسان مجغول مجغول بصفة دائمة ما ليش وقت يغلط ما ليش وقت يزنب ما ليش وقت يعصي ما ليش وقت يفك في معصيه لذلك من كثرة طرق الخير هذا الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة في الرواية الأخرى كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس سلامة قالوا المفاصل يعني المفاصل دي مفصل بين المفصل اللي بين عقل الأصابع هذه كل سلامة عليه صدقة يعني شوف هذا الأصبع واحدة أري سلامة أري اتنين أري تلاتة يبقى على هذا الأصبع واحدة وثلاث صدقات على كل سلامة صدقة كل سلامة شوف أدي اديك هيك وحدها ورأبتك وركبك قالوا في جسم الإنسان ثلاثمائة وستون سلامة قالوا لا إحصاء ذلك يصعب لأنك أحصيت الظاهر والباطن أكثر يصبح على كل سلامة من الإنسان صدق إخوتي هذه النعم التي أنعم الله بها علينا سبحان الله العظيم كنت أزور مريضا ابتليا بشلل رباعي اللهم مش في مرضى المسلمين اللهم مش في كل مريض مسلم وعانا في كل مبتلا مسلم ف قال أنا بتحسر على ثلاث أشياء هو قال كده قالوا فرق بين التمني والتحسر التحسر إن أنا كنت أقدر أعمله وما عملتوش فمتحسر عليه إن أنا دلوقتي مش قادر أعمله إيه هو الأول حاجة تقليب ورق المصحب بيدي إن أنا نمسك المصحب في إيدي كده وقلب ورقه بإيدي حاجة باشتهيها وما قدرش عليه إن شاء الله الرباعي ما بيتحركش غير رأسه قال والسجود قال والتالتة حضن أمي فالشاهد إيه؟ إن هذه الأعضاء ليينت لك مش عارف كانوا كتبوا مرة إن عشان الإنسان يقلبوا الورقة بيحتاج مش عارف ذكروا رقم كبير جداً من الأعصاب والعضلات وحركات العظام هذه النعم تحتاج لشكر السجود نفسه شو بتنزل إزاي؟ وتسجد إزاي؟ آه ذلك الذي يعطل هذه النعم ولا يؤدي شكرها ستعطل عنه يوم القيامة يضرب ظهر الكافر صفحاً واحداً فإذا أمروا بالسجود لا يستطيع أن يسجد في النار نفس الشيء وقد كانوا يدعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون هذه الأعضاء تحتاج إلى شكر شكر هذه النعم العبادة لذلك كانت الصدقة نيابة عن الشكر وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما في الضحة يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة قال الله جل جل جلاله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس تعدل بين اثنين اثنين متخصمين تحكم أنت بينهم بالعدل تصلح بينهم عمل عظيم جدا صدقة قال سبحانه وتعالى وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ومولوا صلح بين الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين فتعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة صدقة انسان عايز يركب مش قادر تساعده تركبه معاه حاجة جاي يشيلها ومش قادر يشيلها الوحده تشيل معاه اخوتي ان باب معاونة المسلمين خدمة المسلمين باب عظيم جدا من ابواب البرش سردنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله تعالى سرور تدخله على مسلم ادخال السعادة على الناس ادخال السرور على الناس اسعاد الناس ادخال الفرحة على الناس هذا عمل عظيم جدا الله يحب ذلك يحب ان تسعد عبادة والجزاء من جنس العمل حين تسعد عبادة يسعدك والكلمة الطيبة صدق الكلمة الطيبة كم نحن بحاجة الى الكلام الطيب والله سبحان الله العظيم اللهم قنا شر ألسنتنا اللهم اهدئ السنتنا اللهم اهدئ السنتنا الى الصواب اللسان كم يتكلم الانسان وقد بر معنا مشروحا حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت فليقل خيرا او ليصمت يسكت قالص قول خير الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة تدخل السرور على القلوب الكلمة الطيبة بلسم وشفاء لما في الصدور الكلمة الطيبة نور وهداي الكلمة الطيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس هذه الكلمة الطيبة كلمة عميقة الأثر وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صراط الحميد الكلمة الطيبة هداية أن يهديك الله لأن تقول كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة الصلاة 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 قال الإمام أحمد وإن قدر وإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك الصلاة عماد الدين والسعي إلى المساجد دأب المؤمنين الصالحين فالمسجد بيت كل تقي إن المتكاسلين المتهاونين في إتيان صلاة الجماعة بغير عذر سيندمون على كل وقت تكاسلوا فيه أو تأخروا عن الصلاة قال عبد الله بن مسعود وقد رأينا لا يتخلف عنها يعني في المساجد لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق إتيان المساجد وانظر إلى السواب العظيم إذا توضأ الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة فله بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة إذا رفع رجله يرفع بها درجة وإذا حط رجله تحط عنه سيئة ثم تكون صلاته نافل زيادة يعني يعني طول ما هو رايح المسجد حسنة درجة تحط تمسح سيئة حسنة تكتب حسنة تمسح سيئة ويرفع درجة خطوات مشي المسجد وبعدين الصلاة تبقى باركة بقى وزيادة بكل خطوة تمسيها إلى الصلاة صادقة ضيب بقى يبقى حسنة وتمح سيئة وترفع درجة وتكتب صادقة وجميط الأذى عن الطريق صادقة إماطة الأذى عن الطريق من أعمال الإيمان أعلاها لا إله إلا الله أعمال الإيمان الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحديث في صحيح الجامع أن رجلا مر في طريق فرأى غصن شوك في طريق المسلمين فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأحبه الله وغفر له وأدخله الجنة سبحان الله العظيم عمل بسيط قوي هو معدي لقى حجر في الطريق لقى غصن شوك في الطريق لقى سلك في الطريق لقى شيء بيسد الطريق بيؤذي الناس شالوا وركنوا على جنب بس شو من نية قال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأحبه الله وغفر له وأدخله الجنة كم نرى اليوم من يضع الأذى في طريق المسلمين هذا خطأ مطلوب أن نعرف حق الطريق وأن نعلم أبناءنا وأولادنا وبناتنا حق الطريق حق الطريق اللي يقب بسيارة يعطل الناس عشان يتكلم مع واحد تاني أو يبص على حاجة أو بيعمل تؤذي الناس تؤذي الناس حق الطريق الذي يركن سيارته أمام بيته فيسد الشارع ويؤذي الناس وذلك أيها الإخوة نأتي إلى فوائد هذا الحديث واحد وجوب الصدق على كل إنسان كل يوم اثنين فضيلة العدل بين الناس وفضيلة الصلح بين الناس وأنه من أعظم الأعمال ثلاثة الحث على معاونة الإنسان لأخيه المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والحديث في صحيح المسلم خمسة الحث على الكلمة الطيبة وأنها صدقة ستة فضل المشي إلى المساجد ففي كل خطوة صدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة يكتب له بها حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح غدا يعني الغدو في الصباح راح الرواح في المساء أعد الله له نزلا النزل هو ما يعد للضيف يعني ربنا صلى الله عليه وسلم أعد له إكرام إكرام كثير سبعة الحث على إماطة الأذى عن الطريق وأنه صدق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين فضل صلاة الجماعة كثرة طرق الخير التحذير من الكلام غير الطيب الحرص على خدمة المسلمين كلها أنواع من أنواع الصدقات والصدقة برهان الصدقة دليل دليل على أنك تحب الله وتقدم لله إخوتي في الله عليكم بكثرة طرق الخير فلعلك إن لم ينفعك شيء نفعك آخر من أعمالك أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته